بدقيقة اختمعك أستاذ ظاهر بالنسبة لتركيا بعد شهرين من الحرب هل ترىها استفادت؟ تركيا حقيقة قبل هذه الحرب أردوغان لنتكلم عن حزب العدالة وأردوغان الحكومة التركية لم يكن بيدها على الساحة الدولية أوراق كثيرة حقيقة وشهدنا نزول الليرة والمضاربة عليها والشك الانتخابي هذه الحرب يعني لو كنا فقط نظرنا نظرة عملية حقيقة فجأة أصبح عدة أوراق بيد الأتراك أصبحوا وسطاء والوسيط وسطاء في أمن أوروبا لأن أمن أوكرانيا وهذه الحرب هي أمن أوروبا أصبحوا وسيطا وملجأا وأملا ونورا في نهاية هذا النفق الأوروبي الوسيط عادة يتحول بعد الوساطة إلى ضامن والضامن هذا سيكون شخص أردوغان وفريق أردوغان هذه قوة سياسية كبيرة لأردوغان رقم اثنين ورقة الغاز هذه الورقة الكبيرة التي تحلحلت فورا ألمانيا طلبت من اليونان أن لا تكون عقبة الملف كله تحلحل ملف الغاز أخيرا الممر الآسيوي الأوسط هناك ثلاث ممرات تجارية ضخمة بين الشرق والصين وآسيا وكوريا وهذه المناطق وأوروبا هذا الممر يمر عبر روسيا أوكرانيا إلى أوروبا 600 مليار دولار سنويا هذا الممر سيتحول لصالح الممر الأوسط وهو طريق الحرير الذي يمر من خلال تركيا والتي تملك بنية جهتية جاهزة وقوية وموانئ حقيقة هذا يمثل فرصة اقتصادية كبيرة لتركيا العقوبات على روسيا ستجعل تركيا مثل المنفذ الكبير جدا للتبادل التجاري بين روسيا وأوروبا يعني كيف إيران لما كان عليها عقوبات أصبحت الإمارات المنفذ الاقتصادي الآن هذا الاقتصاد الروسي الذي هو أضخم بكثير من اقتصاد إيران سيصبح منفذه تركيا إذن هذه أوراق أيضا قضية التحرش سياسيا بتركيا والضغط البنوك على تركيا الآن في هذه الظروف من يستطيع أن يأتي ويضغط على تركيا التي تقدم كل هذه المساعدات السياسية سؤال مهم نختم به شكرا جزيلا لوجودك معنا الكاتب والبحث في العلقات دولية طاهر الصيام شرفتنا شكرا شكرا